ينكب جيش من علماء الأثار على نبش ألاف الكبور الأثرية في لندن التي تغطيها طبقة كثيفة من الطين بهدف نقلها من موقعها لإفساح المجال لخط قطار سريع فائق السرعة يثير جدلا وقد استخرج أكثر من 1200 هيكل عظمي من أصل الجثامين البالغ عددها 40 ألفا التي ترقض في حديقة سانت جيمس بالقرب من محطة يوستن وهي فسحة خضار باتت مغلقة للعامة شكلت مكبرة حتى منتصف القرن التاسع عشر وهذا الموقع هو من بين حوالي 60 موقعا أثاريا تم تحديدها في إطار مشروع خط القطار السريع الثاني HS2 قيد الإنشاء في إنجلترا أهم ما في هذه المجموعة هو حجمها والعدد الكبير للهياكل العظمية وهذا ما يضع معطيات واسعة بين أيدينا تتيح لنا فعلا التطرق إلى مسائل مهمة قد تكون مفيدة في عصرنا هذا حتى كنوع الأمراض المنتشرة وقت ذاك ومعدل الوفيات ومنذ أسابيع عدة تحول موقع سانت جيمس جاردنس في شمال العاصمة البريطانية إلى حطل موحل تنتشر فيه الحفريات التي يصل البعض منها إلى عمق ثمانية أمتار ويثير مشروع الخط السريع HS2 جذلا محموما في بريطانيا بسبب كلفته وعمليات نزع ملكية الأراضي المترتبة عنه ومسلكه الذي يعبر الريف الإنجليزي اشتركوا في القناة